السلام عليكم سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا مدونة الأسرة القضايا الاستينافية قضايا إسقاط الحضانة لنتابع لا 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 ولادي صافي وراع فتغتك شحالتها تضرب ديال الكيلومترات ما لمسي كنرالي كونش تحالتك هكتلقى بالجوع وما يخرجوش لي هتا تشوفو لا صافي تصبرت قادك شوف غير هضر لي مع المحامي ديالنا مفوض القضائي بياك وخولي دي ايوب التي ندوز لك سلوى اخوك هدي هضر معك قالو اخويا واخويا الحمد لله احنا كنعدي ومعا دراجل لا تشيلي بالي يا اخويا والله هي ما عرف شو علاش كيقلب ورا قاتلكماما ورا بالعيني تحول مدينة بعيدة غراع تلتميات كنو متر اخويا اللي كنضرب باش نشوف والدي تعمقى نهار ومطر وني كانت صوني اليه وكنت سنه وما كيخرجوش ليه صافي اخويا ديالك شي اللي غادي ندير شكرا اخويا لا لكون يعني يا لابس لعم اخويا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 يا ربا سيد الرئيس نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 ماذا باش بغتين ننذيره؟ اللي أعطى الله أعطاه سافيت جوجتي وهنتي حاملة باش نبغتين ننذيره؟ رأي مكتاب لك جامع الوراء جامع رجل طيب باش نبغتين ننذيره ده؟ الله يا ديك أخي الله يتحول تعييت ولكراني مقديتش صافي صافي بركة من هتلعبات ديري عقلك صافي 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 بسكت يا ماما بشي؟ عاج يا ماما عاج مي؟ عاب شوية أكيد الله يا مليدي عفتي تجيني واحتي الجزت الله يحفظ ماكي لا تتمنى ماما يا مليدي وقيلة سخوني هارفوه ميات شو تكت يا ماما رجي ناقصون عقزة ماشي شوية بنيتي أخلكم بي ماما ماشي ديك شوية؟ أحبت لي صافي بركة صافي بركة عارفة أخي يكونوا الخنتمات خاصة هوري تكوني معا شوفي لا يدروا لك شي مصحبة اخي ماما رخصك تعطيك ماشي شوية الراسك ها؟ أعطي الراحة الراسك ماي حياني بنيتي فينا عيال الراحة كوني لي ماما بغيت نسولك واش عمي عبد المالك ماشي شوية حزة دويمة أمك لكوني بغي يجي كوني جامل ليماتي بسا ووالي وقف ماشي عن طبوع ماي حدي ماي حدينا هاد الزمان ما بقت لا قربة لا خوا لا ماي حدي ماي حقر سلامة يسدر بي ماشي نقول لك ماليتي ماشي نقول لك ماما تيراتة عمي تاورة مع طورة يا تاورة فالغيبوبة مسكين في الأين عاش هاي واكمل انا اللي اداد هيتان حسيتم بحلي الساعة وقفت حسيتم ونحوشت لك ما بقيتش عارفة ما نديره ونترى واحدنا ويصون علي يا طارق مجوبتي ما عارش بش قيت مدوزة مع راسي بغيت نجاوبه وبغيت نجاوبه وحسيت براسي فرحانة وحسيت براسي خايفة حتى تقطعت المكلامه ما عاوتيش زمعي التالي نا بغيت كانت عايت نقول يا ربي يا ربي حاوتي صوني يا ربي حاوتي صوني بصح صون علي نهار اخر ايو شنوق سلوان عمرني منسيتك عمرني وانت في الدنيا ما بنت ليا بحالك شو بالنسبة ليا اول واخر بنت زالت كتاب علينا مكتاب ما عندي ما ندير حاس براسي غالحمع خانس استغل عايت لكو من بعد اولي 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 واش تسطيتي واش حققتي السيدة رام جوجة واش مغجب عش راسك عارفت شلي كندير فيه مبزيانش عارفتش حرم الله وكان حنى ضحيه ربي حرم الظلم على راسي الله حرم الظلم على راسي تحرمت طلب ثم اضلمت اونا و هاتش اليك تدير فيه محرمش السيدة مجوجه وتقاتش الدمعه نبفة في تليفون شخان دير؟ ولدي اول دير الله يهدي كيفش اشغال دير؟ اعيش حياتك تجوج اولد ولادك اولدي راي ارا ارزقك عايشين في غلب الرهن ارزقين عالبه الفلوس كل شا عندكم فلوس 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 كل شا عندكم فلوس واش عم انتي لا عرجه عشبه واش كتك تبغي واش مغيت يبه واش كتعرف شنه الحب بعده واش يتعرف شنه الحب اش حقه ايلون اخلاق ويديك ولدي شو حالتك كيرج عاده واش واش تفضيط يا ولدي ميدك ويديك ولديك عافك عافك مام الله يحمل يديك واش انا ولدكم ميدك ولدي امي 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 غمشي انا خليت لكم فلوس خليت لكم الدار خليت لكم كل شي انا غنخليت شد بنية شاية هو سير سير لا بغتي تمشي فورجة حمل تطبيق فورجة دخل اب ستور او جوجل بلاي كتب فورجة في البحث وضغط على زر التحميل فتح تطبيق واستفد بسهولة من تجربة متميزة وتفرج في احسن الافلام والمسلسلات والوطائقيات المغربية فورجة احسن فورجة حياتنا كل امتي حانت واي تسيد القتاف لميزون خطرت وشكت قلبيه المشاكيل وشنو السيدة مريضة قادي نخليات موت ولكن اكبر متيحن ومتيحن الحياة رح كن واحد هنا وعنده عكسر او الله حتى نحرر فيك العيشة كحرر التافية متى عش دخلك دخلتني انسانية ابابا كيف علمتوني الميتسين سي بخصوفي ديفي إلا بقى تعدت برجلك في دار العجازة مثلومي إلا راسك صباح رعد ياليد ياليد خليتي واحد كيبغيك وكيفطر فيك وكيتعدب بسببك على قبل هذا الخير انا سحب لي انتالي غديت عملي فاتش مينا مغنعونه في شي شي حاجة هيك وتلك فرقها لي كمرتي وبنتي كوني منك تشوير الحرقها بغت نبقى هنا انا مزينا هنا يا معاوم يكش اللي بغت ديني في حياتك غيرت ديني معنا وحدانه مع الحب اللي عاتتوني قدرت نقف على رجلي عارفت معنا دي الحياة مواعدكم مع السلسلة الجديدة رحلة العمر قريبا على الأولى اغبالي سانس شعرك غدي حسب الفرق طبيعي حقيقي بدون اي سلفات مجموعة اغبالي سانس خالية من السلفات لخلاصة الالويفيرا الطبيعية وحيدا معتمدا من طرف خبراء النبات كاعدة شعرك تلطيب عمير يدون 2.70 ساعة اغبالي سانس طبيعي وفعال هذا المشروع اللي خدامي لليه مش حال غديتقام اه انا غنخلي عماري صرح ليكم ادلا بارتي إلي ممكن دقيقة واحدة ندخل نعيط لي خرج دين اي حاجة مبان شكل القشرة اللي فراسي اه يضحكوا علي ادراري هاك هيدن شولدرز يعيد لك القشرة ويحميك من غسلة الغسلة وانت شحل تعطيه استاذ نعطيه زيرو ونشوفكم العمجة هيدن شولدر قشرة تمشي تيقة جي موسيقى ونا اختبت بسكنبت 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 محمد البلغش ستندر هذا الموصل المحروف مباروك لبصل الحلم يتحقق بغيت تعيش نفس الحلم ونفس الجريبة ستندر برجعه في الموسم التاسع عندك ١١ عام ولكتر بغيت تربح ٢٠ مليون عندك موهبة في الكوميديا والضحك ووجد اسكيتش ليفوت شوزوش ديلدقائق صوروا فيديو يكون فيه الصوت واضح ودخل للموقع www.castingstandup.ma دخل المعلومات المطلوبة قرام ووافق على شروط المشاركة دخل الفيديو اللي صورتي وصيف طولينا لجنة تحكيم الكاستينغ غادي تشوف جميع الفيديوهات اللي قتحتار من شروط المشاركة وغادي تختار المشاركين اللي اجبوها والتذكير سكيتش مايفوت شزو جديد دقائق صوروا فيديو وصيف طول في الموقع www.castingstandup.ma آخر أجل المشاركة هو 5 أكتوبر 2024 شفت أختي من عرش بتلك خبار ومتي مقدك فرحة مفهمت شو اللي تكن بولكونا عم ما قلتاش لك لاك سختي بيلا شفت النهار اللي خليت نمره دياله من عندك فرحت بسه موقعش قد نصب ولي دير بحل شي بيلا مبطع لياه وكتش نشوف محرفتش كانت بولكونا عما عتيتش نمره محرفتش كانت بولكونا عما عتيتش نمره محرفتش كانت بولكونا عما عمله محس براسي بحلة أنا اللي درتش شي كامل هالو طارق انا لا باش انتطمن عليك انا لا متفقش معك طارق اسمعني ها نقول لك واحد الحاشة رب الساح خستك شمشي تزوج باش تنسى طارق ما تنساش بلي انا رمزوجة بلا وصاف بلا مزيدني يالله يتكسر طارق انا خليك دابا بلي رجلي شاب اسلام العون طارق انا خليك دابا بلي رجلي شاب اسلام العون عوحد السلام عليكم رجتي اختي ليلا اللي زادش جعني هم ما كانت مقابلة لي هيتا وهدي كانت بلي اسبالية فرصة مهمة كنستغلى باش نطلقى طارق فلسك مرحل هلين ماد شطاش مو أو angled هاليا هاليا اللتخي كدير هذه البريعون هاليا اللتلاك بتاراك فرحا بالسف مو قدتك مفرح مصيت راسي مصيت الحالة مصيت كل شي مصيت راسي حتى أنا مزوجة ولكن بدون مشاكل مع جامع شنو طارق أنا متقولاش أنا مصيت أنا سيدي جامعا تسيطك وطارق عارف بباولي زوجني بسسا مصفاي أتبعنا نعرف أنت واش بعقلك أو ما عندك عقل كيف يجدرتي لها؟ ما خلي هذا كدريم اللي يحصل لهم بوحده أعلم ما الوالدي يلا كنت معه أجب عدا أنا ملك الداخل كتيك أتكلمي في التليفون غير شفتيني ونتي ترميه ما عملكتي كتاثري ما عدت شي واحد أصند النمر غالط النمر غالط وبركك كتكركري هاهاهاهاهاهاهاهاها نمر غالط أعلم نشط لهاهاهاهاها ذي زيدلك خلاتين أيما دقتي حتى في الباب خلاتك إست واني بيعه انا وضي الله يهديك يسيني تراكم ب Legislation يلا Oxumo اشتركوا في القناة 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 دفاع المستأنف عليه الأستاذة فاطم الزهرام هدي كتأكدوا المذكرات الجوابية؟ نعم سيد الرئيس ولنا مرافعة شفاهية تفضله سيد الرئيس سيدة المستشارين السيدة ممثلة الحق العام حيث تقدمت سيدة غيتا بمقال استئنافي تستأنف بمقتضاه الحكم الابتداء الشرعي عدد 555 إلى 2020 تحت عدد 355 عن المحكمة الابتدائية بهذه المدينة وذلك بتاريخ 12 فبراير 2020 وحيث إنه بالرجوع إلى مقال التدخل الإرادي المقدم ابتدائيا من طرف المستأنفة يتضح أنه بعد التقدم به تضح أن التي تقدمت به هي أم المستأنفة وبالتالي فإن لهم مصلحة واحدة ومشتركة وحيث إنه والحالة هاته يكون مقال التدخل الإرادي المدلى به ابتدائيا يندرج في إطار من السورية التي يراد منها تمكين المستأنفة الأصلية مما أسقطته عنها النصوص الشرعية والقانونية أي مدونة الأسرة سيد الرئيس السادة المستشارين السيدة ممثلة الحق الآن حيث إنه لمجل للإحتجاج بالمحاضر المدلى به ابتدائيا خاصة بعد إثبات أن المستأنفة توصلت يدا بيد من طرف الشاهد حارس الإقامة بالعنوان الجديد الذي انتقل إليه المحضون رفقة العارض وحيث إن حارس الإقامة السيد المحجوب المدني الذي تم الاستماء إليه كشاهد أكد مؤاينته للعارض وهو يحضر كل أسبوع رفقة المحضون إلى حيث أنوانه القديم ويظل ينتظر هناك دون أن تحضر والدته التي تزعم منعها من صلة الرحم ولو لمرة واحدة سيد الرئيس السادة المستشارين السيدة ممثلة الحق الآم وحيث إن ما تبث سوء نية المستألفة من التقاضي هو ما صرح به الشاهد السيد المحجوب المدني كونه مباشرة بعد تسليمه المطلوب حضورها عنوان العارض الجديد قامت مباشرة بالذهاب وإحضار مفوض قضائي من أجل إنجاز محضر امتناء وحيث إنه والحالة هذه تكون محاضر الامتناء المحتج بها غير ذي محل من الواقع أو القانون سيد الرئيس السادة المستشارين السيدة ممثلة الحق الآم وحيث إنه برجوع محكمة الاستناف الموقرة إلى الوثائق المتعلقة بالمحضون المدلى بها ابتدائيا سيتم الوقوف على مدى الاستقرار النفسي والمادي الذي يلآم به وحيث إن الأثار الإيجابية لهذا الاستقرار تعتبر واضحة جلية للعيان من خلال نتائجه الدراسية المتفوقة في جميع المواد وحيث إن مشوار تفوقه لا يزال مسترسلا وفق ما يأخذ من مجموء نتائجه الدراسية حسب الوثائق المدلى بها في الملف وحيث إنه قام كذلك بتسجيل في هذا الموسم بالمأهد الموسيقي وحيث إن زوجته تتعاهده بذات العناية وتتولى إلى جانب العارض جميع شؤونه كما أن للمحضون غرفة مستقلة به تتوفر على كافة متطلباته كطفل وكتلميد حسب المعاينة المدلى بها في الملف سيد الرئيس سادة المستشارين السيدة ممثلة الحق العام حيث إن من شاء لنقل المحضون عن الوساط الذي ترعرأ فيه منذ مدة طويلة إلى وسط آخر يختلف أن سابق ما أهده وألفه أن يمثل تغييرا بوضعية المحضون له نتائج نفسية سلبية بليغة عليه قد يؤدي إلى هدم مشواره الدراسي وحيث إن مناط الحكم في هذه الدعوة يتمثل في المصلحة الفضلة للمحضون والتي تسمو على أي اعتبار سيد الرئيس سيد المستشارين السيدة ممثلة الحق العام حيث إن المصلحة الفضلة للمحضون يظهر بشكل جلي في بقائه مع والده لكل هذه الأسباب نلتمس من مجلسكم الموقر برد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقي المستأنفين ولمجلسكم الموقر وسيع النظر اشتي أختيلي اشك يدير لي معطى عني الولد بالعاني مصف يا صاحبتي ما تكونيش تنتيم عيقة ما تصرعيش هاتقي دبك يجمع لي حوي جهولة مضرع لي شي حاجة غيش بدها لي انا يدك أختيلي لا ما كتعرف ايش مزيان تقطعي تقولي لي علش مباعد لانا ماش يباعد علي يا ولدي ممحني لو بغيت نشوف يا أختي في الحقيقة بغيت عنعرف هنا سيدة ممتلات الحق العام تؤكدون ملتماساتكم الكتابية نعم سيدة الرئيس ولنا مرافعة شفاهية تفضلوا سيدة ممتلات الحق العام سيدة الرئيس السادة المستشارين بناء على الفصول 8 وتسعود من قانون المسترى المدنية والفصل 3 من مدونة الأسرة وبعد الاطلاع على المقال الاستئنافي للدعوة والذي تقدمت به المستأنفة ومقال التدخل الإرادي والرامي إلى إسقاط الحضانة عن المستأنف عليه جمال شعيب بعلة أن المستأنف عليه صدر في مواجهته حكم قضى للمستأنفة سلوى عز الدين بصلة الرحم بابنها هيثم شعيب سيد الرئيس السادة المستشارين وحيث أجاب المستأنف عليه أن المحكمة سبق أن أسقطت حضانة المستأنفة سلوى عز الدين عن ابنها المذكور عند إيقاع الطلاق بينهما لمتابعتها من أجل الخيانة الزوجية وصدور الحكم بالإدانة سيد الرئيس سيد الرئيس السادة المستشارين حيث تقدمت السيدة غيتا الهاشوي باعتبارها جدت الإبن من جهة الأم بمقال تدخلي التمست فيه إسقاط حضانة المستأنف عليه عن الإبن المحضون لامتناع المستأنف عليه من تنفيذ حكم صلة الرحم سيد الرئيس السادة المستشارين حيث إن قرار محكمة النقد عدد 306 وتاريخ 4 6 2008 ملف شرعي عدد 22 على الجوج على 1 2008 ينص على أنه يترتب عن ثبوت إخلال الحاضنة بتنفيذ مقضيات الحكم المحدد لنظام زيارة الأب للمحضون سقوط حقها في الحضانة السيد الرئيس السادة المستشارين حيث إنه بالرجوع إلى محاضر المعاينة المرفقين بالملف الذي أفاد فيهم المفوض القضائي بأنه كان يذهب رفقة أم المحضون سلوى عزدين لزيارة محضونها هيتم شعيب عند مفارقها إلا أنه في كل أوقات زيارة في يوم الأحد يجب المستأنف عليه قد غادر منزله وأنهما كان ينتظرانه من التاسعة حتى الخامس مساء دون جدوى وأفاد السيد المفوض القضائي بأنه اتصل هاتفيا بالمستأنف عليه وأكد له شخصيا بعدم حضور قزة تنفيذ الحكم القضائي بصلة الرحم حسب ما جاء في أحد المحاضر سيد الرئيس أسد المستشارين حيث إن المادة 184 من مدونة الأسرة تنص على ما يلي تنفذ المحكمة ما تراه مناسبا من الإجراءات بما في ذلك تعدين نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة لأجله نلتمس من المجلس الموقر تطبيق القانون ولمجلسكم الموقر واسع الندر مداولة لجلسة بعد أن تتبعنا القضية تمسكت المستأنفة وكذل مدخل في الدعوة في جميع مراحل الدعوة بطلبهم الرامي إلى الحكم بإسقاط الحضانة أجاب المستأنف عليهم ملتمسا من المحكمة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برفض الطلب ملف مداولة لهذه الحلقة تبتل المحكمة من خلال وطائق الملف وخاصة محاضر المعاينة المنجزة من قبل السادة المفوضين القضائيين أن الطرف المستأنف عليه رفض تنفيذ الحكم القاضي بصلاة الرحيم وبما أن اجتهاد القضائي قد استقر أن رفض تنفيذ الحكم القاضي بصلاة الرحيم يبرر إسقاط الحضانة لكل هذه الأسباب قدت محكمة الاستيناف علنيا انتهائيا وحضوريا أولا من حيث الشكل بقابول الاستيناف تانيا من حيث الموضوع بإلغاء الحكم الابتداء المسأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد بإسناد الحضانة إلى جدة المحضون إلى هنا تنتهي هذه الحلقة إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع قضية أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر